يعقد المجلس الشعبي الوطني في هذه الأثناء جلسة يخصصها لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس خلفا لمعاد بوشارب وبالرغم من إعلان الكتلة البرلمانية لحسب جبهة التحرير الوطني ترشيحها للأمين العام للأفلان محمد جميعي لرئاسة المجلس الشعبي الوطني لخلافة معاد بوشارب إلا أنه لحد الآن لم يتقدم جميعي للانتخابات التي ستنطلق رسميا في حدود الساعة الثانية زوالا بعد أن تم الإعلان رسميا عن شغور منصب الرئيس صباح اليوم الأربعاء المترشحين لرئاسة المجلس الشعبي الوطني التي قدمت ملفها لدى مكتب المجلس هم عبد الحمين سيعفيف عن جبهة التحرير الوطني سليمان شنين عن جبهة العدالة والتنمية هلالي محمد عن كتلة الأحرار نوردين بالمدحكة مترشح حر مصطفى بعلق عن جبهة التحرير الوطني لخضر صديعتمان عن التجمع الوطني الديمقراطي وبنعو لهواري عن حركة الوفاق الوطني